بشريط ساحلي يبلغ 120 كم ب33 شاطئاً مسموحاً لسباحة تعد مدينة وهران الوجهة المفضلة للعديد من المصطفين سيف كل سنة عاصمة الغرب الجزائري هي أول وجهة حطت بها قافلة الإعلام لسيف 2018 وقفت فيها على أخير التحضيرات موسم الاستياف وهران جاهزة بكل تجهيزات بكل لوازم ضرورية لإحتضان أو استضاف السواح الجزائريين إن شاء الله مدينة وهران تتربى على 33 شاطئ مسموح للسباحة من أقصى الجهة الغربية إلى أقصى الجهة الشرقية للولاية بها كل التجهيزات والمعايير المنصوص عليها في القوانين من مراكز الحماية المدنية مراكز الأمن والدرك الوطني ضماناً لأمن وأمان مصطفين لغاية توفدوا إن شاء الله على مستوى الولاية المراكز الفندقية والمركبات السياحية بالولاية هي كذلك أعلاءة من الاستعداد وتعززت بهياكل ومرافق جديدة بأسعار في متناول المصطف الجزائري التحضيرات تمت في جون في فيفري مارس على مستوى الغرف على مستوى البنغالو البلاج، البريبارات، الفستيار، الانترنت كل الظروف مهيئة لإستقبال موسم سطياف جديد وسنال الحاجة الخاصة الافتتاح عنقاري من شاء الله تعمل مركز العلاج بمياه البحر الديوان الوطني للسياحة نظم قفلتين تجوبان طول الساحل الجزائري على مدى أسبوع كامل للترويج للسياحة الداخلية والتعريف بأهم معالمها قامت ديوان الوطني السياحة بتنظيم قافلة إعلامية لفائدة وسائل إعلام الوطنية بغية التعريف والاطلاع للمؤهلات السياحية التي تسخر بها الولايات الساحلية ما ينتظر منه من هذه المهمة هو الترويج والتعريف وكذا التحسيس بأهمية الوجهة السياحية الجزائرية بالإضافة إلى تشجيع السياحة الداخلية بعد أن حطت بمدينة وهران كأول وجهة بالغربي الجزائري تواصل القافلة رحلتها لتنشيط وتوعية السياحة بباقي المدن الساحلية الغربية